هذا اللقاء نعقد في إطار مشروع استجابة إنسانية متعددة القطاعات للأشخاص المتضررين من سلزل في إقليم الحوز بالمغرب وتعزيز نظام حماية المجتمعاتية خصوصاً للنساء والفتيات شهد هذا اللقاء مداخلات متنوعة بحضور فعيلين محليين من ولاية مجلس مصالح لا مركزية بمدينة مراكوش وكالة التنمية الاجتماعية ومنظمة وجمعيات وطنية ودولية كذلك شهد حضور محامون ممثل من نيابة العامة أساتي الجامعين إلى غير ذلك الهدف العام من هذا اللقاء هو تحسين التعاون بين قادة المجتمع المحلي ومنظمة المجتمع المدني والمؤسسات العامة من أجل الاستجابة اللي هي جماعية وشاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ومن خلال مداخلتي حاولت أن أركز على بعض المصطلحات الاقتصادية والتي لها علاقة بموضوع هذا اللقاء مثلاً المصطلح الاقتصاد الأزمات، تنمية مجالية، تنمية قروية، الفورق الاجتماعية إلى غير ذلك وحاولت ملاءمة هذه المصطلحات مع أزمة الحوز من أجل إعطاء رؤية اللي هي شاملة ومتكاملة حول الموضوع